وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى محافظة البصرة على متن طائرة عسكرية رفقة وفض أمني رفيع وكان في استقباله المحافظ أسعد العداني وعدد من المسؤولين وقالت الوزارة في بيان إن الشمري وصل إلى البصرة من أجل تفقد الأوضاع الأمنية في المحافظة والوقوف على الإجراءات المتخذة في منفذي سفوان وشلامتشا وأوضحت الوزارة أن زيارة الشمري للبصرة تأتي بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لتسهيل مراسيم إحياء ذكر استشهاد الإمام الحسين في يوم العاشر من محرم الحرام